صلى عن نبا اخواتي تعالوا نعمل حاجة غريبة بالزاتون ده شايفينه؟ لما تحب تشتري زاتون اشتري الزاتون المخلي ده وانا خليك تعمل بيه عظمة يلا بينا هنجيب اي نوع جبنة عندنا ونقطع رفيع بالشكل اللي انتو هتشوفو ده لازم يكون قد الفتحة اللي في الزاتون المخلي زي كده تعال اخواتي نعملها مرة تاني ادي حتة الجبنة ودي الفتح عندك خلا جواه كده وفي طبق هنكسر فيه بيضة ياريت نركز اخواتي عشان اللي جاي مهم هنحط فلفل اسويد عشان زفرت البيض ونقلبه بعد كده هنحط الزاتون بتاعنا في دقيق ونقلبه في الديق كويس وبنديق نحطه في البيض وبرده نقلبه كويس ونطلعهم البيض على السميت على طول يعني من الاخر اخواتي اكننا بنعمل فراخ بنيه ونقلي الزاتون عادي اكننا بنقلي فراخ ما تستغربوش اخواتي ده حاجة جامدة جد والله طعم وروعة ومش هتصدقوا لما تكلوه ياريت تجربوا الوصفة دي انتو عارفين ان انا بعملكو كل جديد وكل غريب وكمان لو جالك ديوف ممكن تبهرهم بالحاجة دي اتمنى من ربنا اخواتي ان كل حاجة بعملها تعجبكم يلا اخواتي نصلى على النبي في الكمنتات وندوس لايك ونعمل حركة الاكسبلور نجوه عليكو اخواتي ما تدوسوا لايك بقى